قوات صنعاء تسيطر على منطقة استراتيجية وهمة في مأرب بعد عامان من الهدنة اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات صنعاء وقوات العمالقة الجنوبية ودفاع شبوة ومحور سباء المدعومة من الامارات في منطقة الجفرة بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب ووفقا لوكيل محافظة البيضاء ناصر الوهبي المعين من حكومة صنعاء فان المواجهات ادت الى سيطرة قوات صنعاء على منطقة الجفرة واكد الوهبي في تغريدة على حسابه بمنصة اكس ان جبهة حريب الجفرة بالكامل تحت سيطرة المجاهدين من ابطال الجيش واللجان الشعبية واشار الوهبي الى هروب مقاتلي القوات التابعة للامارات الى منطقة الجفرة بعد اغتيال احد مقاتلي قوات صنعاء الامر الذي دفع بالاخيرة الى ملاحقتهم والسيطرة على المنطقة ونقلت وسائل اعلام عن مصادر قبلية في محافظة مأرب تأكيدها ان قوات العمالقة الجنوبية ودفاع شبوة ومحور سبأ حاولت التقدم نحو سلسلة جبال عقبة ملعاء الاستراتيجية فجر الاثنين قبل ان تتصدى لهم قوات صنعاء وتجبرهم على الانسحاب وحسب المصادر نشرت الامارات تعزيزات عسكرية كبيرة من العمالقة وقوات دفاع شبوة نحو المناطق الحدودية بين محافظتي شبوة ومأرب بهدف التصدي لاي هجوم معاكس من قوات صنعاء باتجاه عسيلان وعين وبيحان في شبوة فضلا وليس امرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الاخبار في وقتها